شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن رشد الزياني وزير خارجية في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات في جامعة الدول العربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة وذلك بحضور ممثلي كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية ودولة ليبيا والأمين العام لجامعة الدول العربية واستعرضت اللجنة التقرير الذي عدته الأمانة العامة للجامعة بشان ما اتخذته من خطوات سياسية ودبلوماسية لتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى القادة وعلى المستوى الوزاري ووافقت على القرار الذي سيعرض على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري